مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان متى ستقتل مخابرات السيسي الاعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر في اسطنبول وباقي الشخصيات المصرية او الاعلامية المعارضة في اسطنبول الذي يعني سبب طرح هذا السؤال هو ما اعلنه احد اعلامي العسكر اللي هو محمد الباز في قناة المحور في برنامج تلفزيوني قال اللي طول يقتل معتز مطر محمد ناصر يقتل ومن قبل السيسي قال سراحة انه من في الخارج سيحاسبون احنا حصل لنا الرعب تعالوا نعكس السؤال عكس طب لماذا لم يقتلهم السيسي طوال السنوات الاربع الماضي يعني السيسي ايدنا الاربع سنين دول ليه بداية تعالوا نعرف محمد البازي الذي قال هذا التصريح اللي هو اللي يقولهم يقتلهم بحي ندرك مدى جديد التهديد محمد الباز ليس شخصية تافهة او واحد عبيض واهبل بل هو استاذ في كلية الاعلام جامعة القاهرة وكان معيد على ايامي في الكلية كان بيحضر المحاضرات مع الدكتورة عطف عبد الرحمن لم يدرس له الحمد لله ولا يدرس لي ايه المشكلة وانا بختار اللي يدرسه لي انما هو شخص مثقف ووثيق الصلة بالامن وهو يحقد على الاسلام جدا ويقره الاسلام جدا في قلبه يغل وحقد على الاسلام بشدة جدا ولكنه ضعيف مهنيا وصحفيا بمعنى هو استاذ جامعة في النهاية ودخل الصحافة من باب كتابة المقالات وليس من باب انه مخبر صحفي وطالما الصحفي لم يغطي حروب ولم يعمل مخبرا لانه الصحفي اصلا مهنته مهنة مخبر مخبر زابط مباحث زابط مخابرات غيره دي مهنت الصحفي فيظل هتجد دايما تكوينه ضعيف لذلك محمد الباز لم ليس له اي بصمة في الاعلام او الصحافة في مصر او كده يعني هو الابراشي نستطيع ان نقول انه صحفي مثلا لكن محمد الباز ما مصحفي مش ده الموضوع القصد انه محمد الباز مش اهبل او عبيض كي يتفوى بهذه الكلمات لابد ان هناك من قال له قل هذا او مهد الطريق او هيئ الجهو هل من السهل ان مخابرات السيسي تأتي الى تركيا وتقوم بقتلنا قتل قتل الشيخ واجد بونيمي الشيخ محمد عبد مقصود او اي اي شخصية اخرى الاجابة نعمة بكل سهولة والاراضي التركية مهيئة لذلك جدا لماذا؟ لانه تركيا او اي بلد مش تركيا تحديدا اي بلد لا يوجد فيها قوان الاعدام يعني اي بلد لا يوجد فيها اعدام وغير امريكا القتل فيها سهل جدا يعني شك الدبوس اي مخابرات تيجي تبعت عائل ب1000 دولار يقتل ويركب اول طيارة ويمشي وان تم القبض عليه فلا مشكلة ما فيش اعدام اصلا فيظل في السجن والسجن التركية ولا البريطانية ولا الالمانية او غيرها من السجون يعني المفاشلة تعذيب ولا غيره فما المشكلة يعني فطبعا عدم وجود قوان الاعدام في تركيا وفي الدول الاوروبية دي دعوة صريحة للقتل فقد شاهدنا منذ ايام المخابرات التركية خطفت واحد من اتباع بشار الاسد من داخل مدينة اللازقية السورية او منطقة اللازقية محافظة اللازقية في سوريا ودي طبعا معقل بشار الاسد خطفوه واتو به الى تركيا ليه عام ما عملته كده قالوا لانه اتل من 2013 قتل 53 مواطن تركي طيب وهتعملوا في ايه هنسلموا للقضايا التركي طيب وعد ما تسلموا للقضايا التركي هيعدم كما قتل 53 مواطن مش انسان بريء ما كانوا اتراك ولا غير اتراك لا لان قانون التركي ما فيوش اعدام وهذه نقطة ضعف خطيرة في المنظومة التركية طبعا الرئيس المسلم اردوان قالوا سعيد قانون الاعدام منذ عامين لك للاسف حتى اليوم لم يعده لأعرف السبب يعني لأعرف ما سبب التأخر في ذلك اذا لماذا قرأت مخابرات السيسي عدم قتل احد من المصريين خلال الفترة الماضي هم قتل واحد فقط ساعاتي اللي ذكره يعني وكان ساكن تحت مني في الدور الطابق السامن يعني في منطقة اسمها بشاك شهير هناك شخصان بعد الله سبحانه وتعالى منع قتلنا طوال السنوات الاربع الماضية او السنوات الخمس الماضية الشخص الاول متوفي اسمه سيد قد الله ارحمه العسكر اعدمه داخل السجن في عهد جمال عبد الناصر شيء سيد قد واعدام سيد قد سبب عقدة عند المخابرات الامريكية ومخابرات العسكر في مصر اسمها القتل كيف انا ادركت هذه الجزئية لان كنت دائما اسأل نفسي متى سيقتلون انا هيقتلون امتى فحتى كنت اتابع قنوات العسكر فوجدت علي جمعة مفتي العسكر هذا السابق يقول انه جمال عبد الناصر اخطأ وعلي جمعة طبعا منه للروتري والليونز والماسونية ممكن يكون في الماسونية اصلا وهو طبعا منه للسيسي ايضا يعني اتصال مباشر مع السيسي فقال انه جمال عبد الناصر اخطأ بقتل سيق قطب فقد حوله شهيدا وساعده في نشر افكاره ومؤلفاته فاصبح وسيق قطب كان مدرك هذا وقال هذا بالفعل يعني ورزيك ورفض يعتذر وقال لك يعني فهو علي جمعة يقول كان الافضل لهم يعني كعسكر او كعلمانية ان يتركوا سيق قطب خمس سنوات في السجن ثم يموت عادي جدا قام مات المرشد السابق مهدي عاكف الله يرحمه شهيد طبعا لكن تركوه يموت بالمرض يعني فطبعا لما قتلوا سيق قطب ما الذي حدث بقى كل الناس لماذا قتلوا سيق قطب لانه عمل كتاب معالم في الطريق فماذا جاء في معالم كتاب في الطريق فاصبح كده الكتاب ده مطلوب جدا ومحظور وكل الناس بتتخطفوا الايه الايدي وتفسير سيق قطب القرآن الكريم اللي هو تفسير الظلال وما الى ذلك فسيق قطب عمل عقدة للمخابرات الامريكية وهو ان اعدامه تسبب في نشر الفكر الاسلام الجهادي حول العالم يعتبر سيق قطب هو مؤسس طيار الاسلام الجهادي حول العالم وطبعا الامريكان قاعدوا يعملوا دراسات كثيرة واكاديميات وقاعدوا ننشر فكرة السلمية وسلمتنا اقوى من الرصاص فظلوا نحو ثلاثين عاما في هذا الموضوع جهد ضخم جدا كي يصححوا خطأهم عندما سمحوا العبد الناصر باعدام سيق قطب فهم لا يريدين تكرار هذا الخطأ وهذا الذي حدث فيه مع الرئيس مرسي رفضوا اعدامه واعتقد لهذا السبب الشخص الثاني هو اردوغال الرئيس المسلم اردوغان اردوغان بحكم ان تركيا بلد بيأتيها 40 مليون سائح ومنهم الاف او عشرات الالوف من المصريين واصلا يوم ما تيجي مخبرات السيسي تقتل احدا منا لن يأتوا بشخص مصري ممكن يؤجرون شخص من جنسية السعوية بتاع الفلبين الهند ويأتي ويمشي فبالتالي ليس بمقدور الامن التركي ان هو يعرف من اللي هيقتله متى وبالاضافة الى انه احنا بنتوجه لأعمالنا كل يوم فعارف انت هتخرج امتى ومتى ستعود وبالتالي سهل جدا يقتاله والشرطة التركية لن تضع لنا حراسة لعلى بيوتنا ولن تضع لنا حراسة معنا في الطريق وإلا بقى مش هتخلص إنما طبعا مسؤولية الحكومة التركية تجاهنا وتجاه مواطنيها وتجاه كل المقيمين في تركيا وده التقصير عندها انه قانون الاعدام لم يععد حتى لقى لانه هو ده الرضع الاكبر إنما غير كده اي سجن ملوش اي قيمة ولا تتعريفة ولزيك بنشوف جرائم خطف الاطفال في تركيا بسبب إنه ما فيش قانون الاعدام ويفجروا في الجيش ويفجروا في الشرطة ويفجروا في المواطنين ويفجروا في كده حتى الانقلابية ما خدوش اعدام فعود القانون الاعدام هي حتى لو أحد لو قتلوه يبقى مستراح إن الله هيقتله سيقتل انتم القبض عليه بإذن الله إن شاء الله طيب أردوغان بقى كيف منع السيسي بذلك بسبب العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا لإنه السياحة جزء كبير جدا من السياحة في مصر بيأتي عبر تركيا بمعنى إن كل السياحة الروسية وشرق أوروبا بتنظمها شركات سياحية تركية لا شرم الشيخ والغرداء أو كم فربما السيسي يخشى رد فعل أردوغان إذا قتل السيسي مصريا على أرض تركيا إنه ممكن يؤدي إلى مشاكل في القتل الاقتصادية أو يؤدي إلى داع مليارات الدولارات على حكومة السيسي بتجنيها من السياحة تستخدمها في أجهزة للجيش وتكوينها كده هذان هما الشخصان الذين يؤجلان الإعدام حتى الآن طيب إذا قررت مخابرات العسكر أن تقتل فمن ستقتل؟ من الذين ستقلوا من المصريين في الخارج؟ هذا السؤال أنا كنت منذ أربع سنوات أصلي الجمعة في مسجد السلطان محمد الفاتح في اسطنبول فأنا فجئت بشخص يعني وضع يده على كتف الخلف فقال له صبر مشهور أنا معرفوش ولم أعرف اسمه إلا من شهرين يعني فقال له صبر مشهور أنت من الذي كلافك تطلع قناة العالم الأسود العسكر عليه تشهر؟ فقلت له لا أحد فقال لي طالما أنك طلعت من نفسك بدون تكليف فلا يحق لك غلقة وحقيقة يعني أصريحكم الواحد في لحظات بيبدأ يفكر القناة دي عميت لمشاكل كثيرة وكذا مقفلها وراح دماغي لأنه الكثير من حقوقي ضاعت بسبب هذه القناة وأنا مستعود هذا عند ربنا سبحانه وتعالى المهم فقال لي لا يحق لك أن تغلقها أنت أجبه باللي دخل يشتغل في من الطب ما اختارشه واختيار الطب بفرض كفاية ولكن طالما عملت طبيبا فليس من حقق أن تغلق بابك في وجه مريض ده فرض دعين عليك ومنذ تلك اللحظة اتخذت قرارا بعدم التفكير نهائيا في غلق القناة حتى لو أدت كل لمزيد من المشاكل لي داخل تركيا تمام؟ خلاص أنا ونصيف بقى زي ما توصل لحد ما توصل المهم فما الذي حدث فهو بقى سألني سؤال خطير جد قال لي السيسي إذا أراد أن يقتل خمسة في اسطنبول فاذكر أسماء الخمسة الذين تتوقع أنه يبدأ بهم القد فقلت له لا أعرف فقال لي أنت هكون واحد من المقتولين فقلت له لا أنا ما بعتقدش أنه هكون أول خمسة يقتله فقال لي لماذا؟ قلت له لأنه المخابرات عندما تضع قوائم لمن ستقتلهم بتبدأ بالعسكريين أولا هم التنظيميين ثانيا والإعلاميين ثالثا إحنا الصف الثالث إحنا الصف الثالث في درجة الأهمية فلو في ضباط مخابرات انشقوا من السيسي أو ضباط جيش أو ضباط شرطة أو شخصيات لها خبرة عسكرية لأنه عسكر من اللي يسقط العسكر؟ قوة عسكرية مثله فالخطر الأول على النظام يأتي منين؟ من أبنائه اللي هم لديهم معلومات وفهمين أن قد ضعف تنظيم العسكر وكذا يخاف منهم جدا فإن كان سيبدأ بالقتل سيبدأ بالقتل بإيه؟ يعني ده اللي هيكون لولا زالك هتجدون أنه إعلام السيسي فيه ضابط اسمه هشام العشماوي هذا تجدونه في إعلام السيسي في مصر تنبيه دائما أنه رأسه مطلوبة ومش عارف كان مكافأة أو كذا لأنه خنضابة صعقة أو حاجة من هذا القبيل فهتجد أنه ضباط الجيش والشرطة حتى اللي موجودين في سيناء أو كذا دول مطلوبين جدا طيب الصف الثاني هو القيادات التنظيمية ويا سيكون القيادات التنظيمية اللي هو فلان الأمين العام للإخوان المسلمين ولا فلان نائب المرشد ولا فلان رئيس الجماعة الإسلامية لا أنت ممكن يكون في قيادات تنظيمية أنا وأنت لا نعرفها ممكن يكون واحد شغال في كابريه وتفاجأ أنه هو المخابرات السيسي أو الأمريكان بيرصدونها أو ما إلى ذلك وأنه هو عمل شبكة تنظيم أو كذا وعمل لنفسه سطر تحت أي حاجة محدش يعرفه خالص وممكن أنا وإنت نعتبر شخص فاسد ومنحل وابن ستين في سبعين ولكنه يعني نحن كأعلمين كذا ما نعرفوش ولا أنت ولا أنا ممكن المخابرات تعلموك بحكم أنها بترايب بقى الاتصالات وبصمة الصوت ومش عارف إيه فبتعرف ما لا نعرفه نحن وذلك مخابرات السيسي والمخابرات السعودية ومخابرات دول العالم كلها بتعرف عن الجالية المصرية أكثر من ما نعرف نحن لأنها بترايب التلفونات 24 ساعة والاتصالات والتحركات وكل حاجة أنا أقعد حالا المخابرات السيسي ومخابرات المساعدة وغير يعني مش أنا الوحدة يعني كل الناس يعلمون أين سأذهب بعد لما أخرج معايا التلفون عارفين مكاني فين ورح فين وقابلت مين وبكلم مين وكنت بقتصل مين شوية عشان أطلب منه وكذا وكل شيء المصريين أصدقائي ما يعرفوش هذا الكلام يعني طيب المهم فهؤلاء القيادات التنظيمية لقد قتلوا بالفعل الشيخ رفعي طاها قائد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الله يرحم قتلوه بقصف صاروخي في سوريا إنما هو كان ساكن في الطابق السامن تحت مني في البيت وفيه قصة طريفة يعني وحاجة محزينة يعني أنا كنت أبحث عن شقة للإيجار وكان اللي كنت أسير مع الشيخ واجد غنيم فوجدنا السمسار بتاع العقارات أو صحة مكتب العقارات خدنا وقال الشأل في الطابق السامن دي اللي هي معروضة للإيجار وبكرة هنخليكم تشوفوه فالشيخ واجد غنيم قال يمكن هو المرة يعرف هذا الكلام فقال ده الشيخ رفعي طاها ساكن في السابع الذي قتلوه بعد ذا فأنا قررت في نفسي أن أرفض هذه الشقة قلت والله إن قتلوه مفرد جوم قتلوه تحت العمارة سيقولون أن صبر مشهور هو اللي سعيدهم في قتله وهيتنصب به وربما لا يقتلونه ويكونوا هم بيرقبوه أو بيرصدوه هو فيجدون موجود معاه في نفس العمارة فيبوه يقتلونه إحنا الاثنين أو يقتلونه أو ممكن يغيره وإنت بمزاجهم بحنا نعرف تفكير ومخابراته يحصل فيه فقلت لا يا زي العمارة اللي أسكن فيها المهم ضلالت شهر ونصف أبحث عن شقة أخرى إن أجي تشقة بالمواصفات اللي أنا عاوزها لا يمكن فقلت أسكن أمري اللي هي أنا ونصيبي بقى يا إما مقتول وإما متهم بالقتل حتى في واحد عدى مصر عدى نابل عربية علي يعني وانا نزل هل أنت شك أنت في العمارة دي سأنتك سودا هتتقصي وتروح تقيتل معاه المهم فأنا تعمدت ألا أختلت به وألا أقترب منه ليه ليه أنه راجل قائد تنظيم جناح العسكري الجماعة الإسلامية سابقا فإن اقتربته منه ده سيظن أو يداخله بشكوك إن أنا يعني هتجسس عليه ولا بتاعه ما يعرفنيش ولا عرفه وأنا طبيعي لسته في أي جماعة إسلامية فأنا مش من ما بيحسبونيش من الكتلة بتاعتهم يعني تمام أنا مع نفس طول عمري مع نفس كده يعني المهم حتى وقبني في الأسنصير ومسك ودني وقال لو أنت ما بجيش لها دي ومش عارف إيه فذهبت زورته يعني مرة ومرة ثانية برضو قال لي أنت ما بجيش وأنا كنت متعمد يعني حقيقة بحيث أنه هيقول لك شوف حصل أصل جنة وزار واتطلع ومش عارف شاف الأسرار والبتاع وكذا وأنا كنت حريص ولا زيلت قال لي أحتاج يعني قال لي كل الشخصات التنظيمية قال لي أقتربة منها لي لأنه ممكن طالما الشخص ما عرفوش معرفة سابقة من 20 سنة يعني بتعاملوا معاها عادي أو سطحي ليه ممكن يتوهب بقى ويتضغف أنا لأ وأنا حط نفسي هذا الموضوع وأنا مش فاضي أصلا يعني معايا يا حكي ترجين المهم حتى نقل في شقة أخرى بعيداً يعني الأعمار اللي ساكن فيها فقلت إن قتلوا ما عادش أحد يقول لك بقى إيه ده الصبر وإني قتلون أنا أمرسه المهم حتى فجئت في يوم أنهم قصفوه بصاروخ فين في سوريا طبعاً للأسف الشديد لم يفتح تحقق من قبل الجماعة الإسلامية كيف تصرب خبره في سوريا ومين اللي قال إنه في سوريا ومين اللي رأس التحركات وكل هذا الكلام للأسف الشديد وده طبعاً كيف تم الإمساج بسي القطب كيف تم الإمساج بحسن البنة كيف تم الإمساج بشهيد محمد كمال سنجد إنه كله لا يجري فتح تحكم صندوق أسود يا جماعة ما بحث ما نحن بنقت من هنا يعني إنما هو هذا الذي إيه حدث فبالتالي عندما تبدأ مخابرات السيسي في اغتيالات ستبدأ بمين؟ بالتنظيميين ثم الإعلاميين باعتبار إحنا الصف الثالث لكن في مسألة هي مدى إن المخابرات بتنظر لمين مهم ومين مش مهم يعني مثلاً إيه؟ ممكن حضراتكم اللي شايفيني شايفين إن صبر ده مهم ويجب قتله أول واحد في اسطنبول لكن ممكن يكون نظر مخابرات السيسي ولا والله إن صبر ده مش مهم خالص وإن فيه فلان اللي أنت مثلاً يوان أو أنت ممكن نكون شايفينه غير مهم منها أياً ولكن مخابرات السيسي ترى مهم جداً تقولك ده اللي نبدأ به وممكن تقولك نبدأ بفلان أو نبدأ فلان أو كده الاختيالات فكرة مطروحة لماذا؟ لأن مخابرات الأمريكية ومخابرات السيسي في مصر وده الذي رأيته هم سيطروا على من في الداخل وقدرين يقتلوا الفكرة في الداخل من حيث أنهم يكملوا الناس هذه الفترة كما حدث في عاد جماعة النصر في ناس أفلته وأنا واحد منهم يعني أصبحنا في الخارج فأنا وجدت أنهم أرسلوا في إثرنا مخابرات العديد من الدول بالترهيب بالمال بالفصل من الشغل من يطلع أبوك يبواز لك يعني ما هم مشعتين ولهم نفوذ لا تتخيلونه وأنا صدمت لأنه أنا شاهدت ذلك بنفسي فأنا أعتقد أنهم آخر حاجة بقى اللي فشلوا أنهم يجذبونهم بالمال في الآخر سيقتلونه طيب هل سيكون قتل؟ أنا شخصيا والله إن قتلوني فيعني هذا ما كنت يعني أريده فقد يعني للواحد يموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى وموت سريعة لا فيها أن أنت تخش مستشفى ولا تبهدل ولا كلام من هذا القبيل وفي الآخر يعني بإذنه إن شاء الله دعو الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني قتلنا أو استشهدنا في سبيل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا يعني سبب أن ربنا يغفر لي ولي غير يعني ويرحمنا اللهم أمين يا رب بإذنه إن شاء الله يعني أعتزم تسجيل وصياتي ممكن أموت في أي لحظة وصياتي للمسلمين وصياتي للرئيس المسلم أردوغان وهو أصوى يعني أريد والله إن أنا أسجل الكثير من المعلومات التي لم أقولها في حياتي يعني بإذنه إن شاء الله فترة مقبلة أسجلها بحيث إن لما يقتلوني أكون قد قديت الشهادة كاملة وذع بقى بكل الأسرار التي لم أشئ أن أبح فيها أو ما ينفعش أبح بها ونعايش لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لها الآن أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته